موسيقى عزائي المشاهدين مشاهدي كنب الصح والجمال في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اعادة رمضان النهاردة طبعا 11.05.2021 29 رمضان 1442 كل سنة وانتوا طيبين طبعا رمضان قارب على الانتهاء كل سنة طيبين من نوازمة العيد ويا رب يا رب ان شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع طبعا ويا رب ان شاء الله نعدي الفترة دي على خير وسلام علشان احنا بنمر بجقاحة كورونا اللي هي جقاحة تلتة تقريبا والناس كلها بتعاني منها وفيه هلع ورعب شديد من هذا الفيروس ولكن ان شاء الله يعني فيه لقاح بدأ ان ناخده دلوقتي وكل ناس بدأت تاخده ونزل وبقى متاح لكل الناس والناس اللي هم شغلين في الحقل الطبي للكبار السن لا حتى الناس العاديين بدأوا ان شاء الله يطلقوا اللقاح النهاردة ان شاء الله هنكلم عن موضوع خطير ومهم جدا 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 وطبعا ناس كتير بتعاني منه وناس كتير ابتقع فيه وخطأ وارد سواء مع العاملين في الحقل الطبي او الصيادلة او المرضى طبعا او اللهم بياخدوا هذا المادة الا وهو الادوية وتأثرتها الجانبية طبعا مفيش حد فينا اللي بياخد داوة مفيش حد فينا اللي بروح الصيادلية ممكننا هياخد حاجة للصداع حاجة نزلات البرب طبعا فيه ادوية اسمه الوتو سي وطبعا حتى ببعض الدول بدأت تقلصها للغاية لان اصبح الادوية كلها دلوقتي لها مضاعفات خطيرة وتأثيرات جانبية خطيرة وبيحصل تحسل وحكيت تل جدا طبعا الادوية كترت وعندنا مثلا على سبيل المثال الدواء الضغط بقى فيه حوالي 240 دواء للضغط ادوية السكر بقى فيه انواع جديدة طلعت المسكنات بقت فيها اقول امراض يعني ما عادش الوضع زي الاول وزي زمان ان الادوية كانت محدودة ومعرؤوفة ما كانش بالانسان بتحس منها بالطرقة ديها اصبح دوقتي فعلا بتبقى فيه حسين من مجموعة جدا من الضغط الحيوية ومجموعة جدا من العقاكير الطبية وعلى ذلك بنقول يا جماعة لازم ناخد الادوية ديها تحت اشراف طبيب متخصص يعني المتخصص دي نحطه تحتها كذا خط لان انا لاحظت من خلال عملي ان فيه رجيتة كتير بتاجيلي فيها ادوية يعني انا ما توقعش ابدا ان طبيب ممكن يكتب رجيتة ازا هي فهل هو بيكتب رجيتة دي عشان يرضي المريض وعلى عشان يخف المريض بتاعهم في يوم واثنين ويقولوا روحوا مع السلام ويجب على كده فشل كله ومضاعفات زي ما بشوف حالات كتير جدا يوميا بتقابلنا حالات جدا معظم الحالات اللي بشوفها يمكن حوالي 70% منها توقع دي على غلط فيجب ان احنا نتوخر الحظر في اخذ الادوية والنصحة دي بنقولها لكل الناس سواء الطبيب سواء الصيدلي سواء المواطن لان لقيت ان كل الناس دي بتاعف الاخطاء دي للأسف طبعا الدواء السليم زي رصاصة سحرية يعني بيسيب الهدف بدون ما يقصر على الانسجة اللي حواليها ده المفروض مش هدي علاج ويخفف عضو معين ولقاء افسد عضو اخر وتسبب فشل كله ومثلا من فشل الرئوي التهابات في المعدة كرح في المعدة طبعا المضاعفات الجانبية للأدوية في هذه اللحظة ببعض اللي حين بتبقى خطيرة ومميتة عندنا يعني مجموعة كبيرة جدا من الأدوية يجب ان احنا نتوخر الحظر فيها اثناء ان احنا بنكتبها كأطباء واثناء الصيدلة اللي هما بيصرفها واثناء المواطن ما بيتلقى هذا العلاج وبياخده على سبيل المثال المسكنات بانواع الكورتيزون طبعا المسكنات ده موضوع كبير جدا منها مثلا مجموعة اسمه النانسترويدل ومنها المسكنات اللي هي فيها مادة المورفين اللي هي طبعا تبقى خطيرة جدا ودي بيصنع منها الترامدول وحاجات بتسكي الألم الشيط بالنصدامة في الرعيات فقط وعن طريق الطبيب مختص عادة لان تأثيرها الجانبية بعد كده مميت وخطير المسكنات طبعا هي موضوع نانسترويدل دهيات لها تأثيرات جريمية كتير جدا على سبيل المثال ممكن مع الوقت بتتسبب ارتفاع في ضغط الدم طبعا مع الوقت بتتسبب التابعات في المعدة وكورة في المعدة وتامل حساسية ويسبب فشل في الكلا بعد كده فإذن كل هذه الأدوية لما احنا بنتبه لازم نتوقع الحذر ولما احنا بناخدها لازم باستشار الطبيب مختص ايه الأجهزة اللي في الجسم عندنا اللي ممكن تتأثر بهذه الأدوية عندنا تلات أجهزة مهمين جدا هما اللي بيتأثروا بهذه الأدوية أول حاجة الجلد عندنا الجلد بيحصل فيه طفح جلدي تورم وبعض الأحيان التورم ده بيحصل في الوجه والقصب الهوية والبلعوب ممكن يؤدي الاختناء وممكن يؤدي لموت المريض خاصة في الأدوية اللي فيها حاسية جدا جدا زي البنسلين ومشتقاته عندنا الجهاز الهضمي بشوف ناس كتير جدا وكانوا كويسين وطلقوا العلاج وفجأة اللي يتم جايين بقى راج جهاز الهضمي خطير جدا فوج دل الشهية التهبات في المعدة كرحة في المعدة بعض الحين بيرجع دم يعني أكتر سبب عندنا فقية دمه وأكتر الأدوية زي الأسبرين ده أكتر واحد الأسبرين ده على فكرة معروف من ألفين عام كانوا بيستخرج من وراء الصفاف أيام قدماء المصريين وده معروف جدا وده مهم جدا أي إنسان مفروض ياخده بعد 40 سنة لأنه هو بيحمينا من الجلطات سواء جلطات المخ جلطات القلب فده مهم جدا الناس اللي عندهم سكر الناس اللي عندهم ضغط لازم ياخدوا الأسبوسيد اللي هي جرعة الأطفال البسيطة بناخد مثلا تركيز 75 في 81 في 100 ميلي جرام مش ناخد بقى من نفسنا وناخد على مدر الفضاء بيتاخد بعد الواجب الرئيسية اللي هي المين ميل بنقول الواجب الرئيسية اللي هي بعد الغدى مثلا تمام والمفروض الإنسان بياخده ويتماشى بعديها برضه يعني عادة الإنسان لما ياخد حاجة زي كده لازم ياخدها بعد الأكل لأنها تأثير ضر جدا على المعدة وممكن تسبب التهبات وكرحة وتؤدي إلى النزيف والنزيف منكم في بعض الأحيان يقدم ضعفات خطيرة جدا والإنسان في كمية كبيرة من الدم ومنكم بعد كده تؤدي إلى الوفاة عندنا مثلا الكورتيزون الكورتيزون ده من الأدوية اللي شفتها بتكتف بطريقة غريبة جدا الكورتيزون ده بنستعمله في ايه جماعة ممكن بيستعمله ده كترة الأمراض الصدرية الصدرية بيستعملون الربو تلايه في الرئة الأمراض الروماتيزمية زي الزئب الحمرة وغيروها طبعا تمام فيه أمراض الجلدية زي الصدفية له استعمالات معينة إنما أنا أفاجئ في بعض الناس بيكتبوا رجلتات بيضيفوا مضادة حقيقة مع الكورتيزون أو حاجة اسمه ديكسامي سيزون يقولك عشان الحاسي غلط طبعا غلط كبير جدا ده الكورتيزون ده مضاعفات خطيرة جدا يعمل لوبة عشرة السلام جانبيا بيعمل ايه الكورتيزون وأثناء مروري في أحد المستشفات اكتشفت إن العنبر كله جاره سكر ما كانش عندهم سكر سكر 456 من ايه؟ كلهم كانوا بيغضوا كورتيزون طبعا في بعض الحام بيدي مضطرين ولكن لا لقيت إننا احنا ممكن نقلنا للجرعات ندي عند الحاجة الكورتيزون ايه تأسراته الجانبية بيعمل ضغط بيعمل سكر بيعمل احتباس البو احتباس المية وبيقدي إلى تراكم السوئل داخل الجسم بيقدي إلى زيادة الوزن بسبب أعراض خطيرة جدا ومضاعفات خطيرة جدا بيصدم عدم التأم الجروح بيسبب كرح في المعدة التهابات في المعدة إذن الكورتيزون ده خطير جدا يكفي إنه ممكن الناس ما كانش عندهم سكر ونتيجة إنهم ماخدوا الكورتيزون أصبحوا إلى الآن في جائحة كورونا أصبح إلى الآن ماشينا على لك سكر وأصبح مرضى سكر طيب الأدوية بتأثر على قلنا الجهاز الهضمي وبتأثر برضو معاه على الجهاز العصبي ممكن ثبت دواخان وتعرق والإنسان ممكن يغم عليه يعني بنلاقي إنه هذه الأدوية المكاشف الكتب عن طريق طبيب مختص ووصفة طبية مختصة الإنسان ممكن يعاني بعد كده مدى الحياة من هذا الدواء طيب إحنا لو قلنا الأدوية اللي هي مشهورة جدا استعمالها زي أدوية الضغط والسكر عندنا مثلا أدوية الضغط اللي هي مجموعة اسمها البيتا بلوكر اللي هي حصرات البيتا حصرات البيتا دي عادة بلاحظ فعلا برضو إنه بلاقي البيتا بلوكر ده هيد اللي هي زي كونكور أشهره بتكتب لهم عظم الناس لعندهم ضغط الدم طبعا خطأ كبير جدا هل هو الطبيب بيستسهل هل المريض بريحه والدواء ضغطي من نفسه هل بيحس إنه بيسترحح لي بالضباط للضغط ب120 80 يقولك أنا كده خلاص ضغطي بقى كويس بقى إذن الدواء ده صحيح طبعا ده كله كلام خاطئ المفروض طبعا الدواء مش شرط إن الدواء يخليني زي المسكن أنا دلوقتي إنسان جاء عنده مغس كلاوي وخد مثلا مورفين خد مثلا حاجات اللي هي المسكن سكنت الألم ولكن فيه مغس كلاوي عنده فيه حصلة ما شلهاش ففيه أدواء للضغط بتبقى عاملة زي المسكنات بالضبط زي الكونكور ده هود طبعا الكونكور بنزيل مين بيدي دين الناس اللي هم عندهم زبزاق وزينية في القلب عندهم اللي هم الصغارين شوية في السن في الاربعين مثلا وعندهم الضغط وعندهم ألام في الصدر مستمرة تمام ضربات القلب تبقى سريعة جدا تمام دي الحاجات اللي بنيدي فيها تقريبا الكونكور طيب ايه الكونكور ده يعني بأضراره ايه الجانبية او البيتا بلوكر طبعا هو الكونكور ده هو يعني بنستعدمه في الضغط كآخر خط دفاع في الضغط وده هو حلوة قوي بيشتغل على القلب ولكن طبعا له بعض الأضرار اللي هو مجموعة البيتا بلوكر طبعا أنا مش عايزة أذكر أسماء تجارية ولكن أنا بذكر أسماء تجارية عشان أسهل على السادة المشاهدين أنهم يعرفوا هذا النوع من الأدوية بتسبب انخفاض في ضغط الدم بترأي جمدة جدا بتخلي الإنسان دايخ مصدع بالسبب نوع من الإحباط اللي هو اسمه الديبريشن لدرجة الإنسان بيبقى عايز ينتحر بتلعب في موسيطات السكر في الدم عشان كده دايما المجموعة ده هي ممنوع للتباهة للناس اللي عندهم السكر أو دهون الدم وده فعلا أنا بشوفها كتير جدا إن فيه ناس بتيجي بتعاني من هذا الدواء بيقول لك ما أنا كنت مزبط عليه وممتاز جدا ولكن بيجي بعد كده على فترة أبص الأجابي بتشيك من أعراض ويصر عن الدواء ده هو اللي مناسب له ليه عشان بيقيفه بلقى 120-80 إنه ما يعرفش أن الأعراض دي كلها هي السبب فيها البيتا بلوكر أو المجموعة ده هي طبعا بتأثر حاجة كتير بالنسبة للرجال طبعا بتخلي الإنسان دايما دايخ مصدع مش مركز نيجي مجموعة تانية مثلا بشعة الاستخدام في أمراض ضغط الدم زي اسمها كالسيوم التشاني البلوكر اللي هي إيه حصرات قناة الكالسيوم دي عادة من ضمن بنستخدمها بطريقة كويسة جدا في اللي هما البلاك بيبل اللي هما الناس زور بشرة الصمراء بنستخدم الناس اللي مفوق 55 سنة عادة بيشتغل كويس جدا برضو اللي نستخدمها في حالات الجلطات من ضمن الأدواء الجملة جدا في الناس اللي مفوق 55 سنة بيقوا مناسب لهم جدا هذا الدواء بيعمل بعض الأعراض زي تورم الكاحل تورم الرجلين دي بنضمن الأعراض برضو أن احنا بنلاحظها فيه لما نلاقي مثلا من العين بدا يصل المرحلة دي بنوقفهم بدلوا يعني ما فيش دواء ضغطي ثابت عمتا يعني عشان كده بنقول إن الإنسان اللي عنده الضغط ارتفاع ضغط الدم لازم يتبع الطبيب ويبقى فيه الزراء من وقت للتاني على أساس إن الدواء ده ممكن ينفعه سنة واثنين وثلاث وبعد كده يبدأ يظهر معها الرجلين بها يغير يبدأ يغيره في مجموعة اسمها الـ S-Inhibitor اللي هي الكابتو بريل دي مجموعة جميلة جدا بنستخدامها حتى مع مرضى السكر يعني السكر والضغط طبعا موجود له عملة واحدة ففيه أدوية بيخدها مريض الضغط مش مناسبة للسكر لهو عنده سكر كمان فمجموعة الـ S-Inhibitor زي الكابتو بريل دي مناسبة جدا لمريض الضغط ومريض السكر ودي بقى بتوسع الأواية الدمية الطرفية وكذلك حلوة قوي في الناس اللي هم عندهم عرضة أو عندهم جلطات في المخ فشل احتقاني في القلب بقى كويسة جدا لأنها بتوسع دورة الدمية الطرفية دي من ضمن الأعراض بتاعتها إن هي بتعمل كحة جيدة جدا لدرجة طبعا يعني أنا أفتكر جات لأحد الوصفات الطبية المريض عمالي كحة وملاحظة أن الطبيب كاتب له كذر جد كل شوية يديه على الكحة كل شوية يديه على الكحة وهو السبب أنه هو بيديه له الدواء اللي ها من المجموعة ده هيت بالسبب له كحة المزمنة الشديدة الفضيعة اللي هو كان بيعاني منها ومجرد مريض ناله علاج الضغط الكحة وقفت لوحديها فده من ضمن الأعراض الجانبية للأدوية رغم أن الدواء ده ممتاز جدا ومناسب جدا لمعظم الناس ولو الضبطت لحاجة جميلة جدا ولكن له عرض صعب جدا لو المريض عانى منه بنوقفه خلاص يبقى بنعمله شفت على حاجة تانية مناسبة له مجموعة مدرات البول طبعا مهمة جدا اللي هي الفروزامايد اللي هي موجودة في المستشفيات اللي هي اسمها اللازكس طبعا ولكن طبعا دي مش حلو ورا مريض السكر برضو بتنزل المياه كله وترجع السكر في الدم بتعلي السكر في الدم حتى احنا دوقتي لما يجينا مريض في الطوارئ بيعاني من الطفاع في ضغط الدم ما مندلوش اللازكس دلوقتي مندلو الكابتون اللي قلت عليهم شوالا الكابتون بريل مندلو ربع حباة نص حباة تحت الليسان احنا عايزين ننزل الضغط عالسل من الموشم الشباك يعني خلي الضغط مثلا جال المريض ضغطه مثلا من 240 على 140 مش لازم ننزله مرة واحدة حتى لو بيعاني من ستروك او جلطة معانا من داخلة الله معايا الوالدة سنها 80 سنة وبجيها يعني بتاخد برشام ضغط بتاع التأمين الصحي بتاع التأمين الصحي ما جيش عليها على طول ضغط 140 على 90 او حاجة زي كده او في الاخر لما راحب لدكتور قلب عطاها نوع كده كنت جاهزي شكة في قلب او حاجة زي كده عطاها حاجة لتزوج اسمه ايزا كارد او حاجة زي كده اللي جلطة ايزا كارد يعني اللي يوصول الدم للجلب ايزا كارد ايزا كارد تاجيل جد يا دكتور تاجيل جد ويجيب لها دوخة وكان حيمابوتها على الاخر وبرده كان اخدتوا كده كان برده تركيزه كم تركيزه كم يا حاجة تركيزه كم الدول اللي بتخضي ده 75 75 وانا خدتوا عندي 40 سنة كان عندي الجنين ما طلوش 75 75 75 بتخضي قدي منه بتخضي يا حبايا مثلا ولا اتنين حبايا بعض الدور حبايا بعض الدور بس بتعبانة تقدم مني خالص يا دكتور يا اتفرطت وجيها دوخة والغات الان ما قادمش يعني الدوخة والحاجات دي ما قادمش يعني ما عطاش اعملها ايه تمام تمام طبعا فيه سؤال تاني وفي النسبة انا خدته عشان يعني الاجينة ما قادمش وصل لها دم وكذا خدته تعافي برضا في اندر بعين سنة خدت النوع ده وتعافي تمام تمام دي ده هود عامة ممكن يعمل فانا الحرقة في المعدة يعمل بعض النهاجين ولكن انت طبعا احنا عندنا هنا فيه شركات كتير كلها بتطلع ادوية واسماء مختلفة وكل يوم بنلاقي دوة جديدة باسم تجاري جديد ونكتشف ان الاسم العلمي طبعا افستال سلاسيتك اسد لو مجموعة مثلا بيتا بلوكة منتشف انه مجموعة معروفة وعارفينها ولكن الادوية دي كلها شركات تجارية وبتطلع كل شركة بتطلع ده باسم الدين فانا شايف ان الدولة بتخديمهم جدا ما ينفعش توقفيه طبعا تمام ولكن انت ممكن تشوفي مادة تجارية تانية وتخديه عادة بعد الوجبة الرئيسية وتشوفي معدتك اذا كانت مثلا معدتك فيها تحسس التهاب بتاخدي اي حاجة تحمي جدار المعدة اللي هي البروتن بامب انهيبتورز انما الدولة ده ما ينفعش توقفيه ممكن تغيريه لده وقتاني تبع شركة تانية باسم التجارية تانية فيعني معاكف الاعراض دي كلها بيعملها ولكن ده دواء ضروري جدا تمام فيه بداية لكتيرة جدا بتوقفيه وتخلي الطبيب اللي انت بتتبع معه يكتب لك البديل بتاعه انما المادة العالمية سبتة عندك ومتتغيرش وتغذيب مادة الحية كمان طيب هنرجع لموضوعنا احنا كنا ارتفاع ضغط الدم قلنا اخر حاجة اللازكس وزي ما قلنا يا جماعة اللازكس ده عدتا بنديره بندير العيان اللي هم عندهم حاجة اسمى البالومينر اديمة فيهم هي كتير على الرقب نحب ننزلها لهم فيه طورهم جمد في الجسم عندهم فشل في القلب تمام بيحتاجوا مضررات بول على اساس فيه طورهم في الرجلين تمام ومع الاحتياط لو كان مريض سكر ندهله بحساب جدا وندهله عند الضرورة طيب الادوية بصفة عامة او الحاجات اللي بصفة عامة السبب ارتفاع ضغط الدم عشان فيه ناس زي ما قلنا بيقضي الادوية في الفاضي والمليان واللأسف شفت رجلتات نفس الكلام الادوية اللي بتصبب ارتفاع ضغط الدم من دونها ادوية الدكليفنات اللي بتطعي دم في استعبارات المستشفيات وبعض العيادات وبلاحظ ان فيه اربع حقن كده بيقول بتاع البرد ده حاجة غريبة جدا فعلا انا ما شفتهاش ولكن شفتها اخيرا من خلال يعني نزول للعمل في بعض الاماكن شفت حاجة اسمه اربع حقن للبرد خطر جدو كورتيزون مع دوكلوفين مع انتيبيوتك مضاب دحيوي مع دوة رابع اللي هو تقريبا لاما في السراتيجين لاما كورتيزون برضو تمام طبعا دي كارسة كبيرة جدا العيان بيفرح يا جماعة انه بيخف في يوم ولا اتنين ويعرق وليك انا عرقت وخفيت وبوصل ايه جايين وشايلينه والحان يا دكتور ده بيموت ايه اللي حصل يا جماعة قال لك استخدر الاربع حقن بتاع البرد اربع حقن بتاع البرد ايه الاربع حقن بتاع البرد دول معلومة جدا اول مرة نسمع عنا مفيش لمرجح في العالم ولا جامعة في العالم تقول لني في حاجة اسمها اربع حقن للبرد ده البرد احنا بنقول ده مرضة البرة سيتمول لهم بديت تلات يوم واللي حاجة نطول بنشوف بقى ايه اسباب البرد عندنا هل المرضة جات له كورونا هل جاله نازلة معوية نازلة وشعبية ونصيبه بقى هو ومنعته فانما ناخد اربع حقن مرة واحدة قول دي دولة البرد وندي دكس عشان ان الحساسية والعين يعرف بفوق يوم واثنين وجات حلقة كتيرة جدا فاشل كالوي فاشل كالوي بسبب الحقن المخلوطة ده هيد اللي بتطعتي في سوق في سوق تجارة مش طب ده ابدا يعني ده اللي ملاحظة مش طب أبدا يعني ناس كتيرة فعلا تاعبت لجالها كوروحة في معدها وفاشل تكلف والناس متوفر ايز الشباب بسبب الخلطة اللي بتستعمل السيئة جدا اللي الإنسان المفروض يعني يبقى نبيه شوية ويرعى ربنا ويرعى ضميره في التابة رجدته ده الصح يعني والمفروض المريض برضو يبقى نبيه ويعرف ان الأدوية دي او الصيدالي حتى اللي بتصرف يعرف لان طبعا شركات الأدوية عالمية عندنا وكلها حاجات يعني علماء وبيصنع الضوء بإتقان طبعا وهيئة الدواء والغذاء في كل العالم وامريكا لازم تسرع بهذا الدواء طالما وصل للصيداليات فيجب حتى الدكتور او الاخ الصيدالي يتوخى الحذر فهو بيصرف هذه الوصفات عادة يراجع فيها الطبيب او على قل خالص يحد من هذه صرف هذه الوصفات طبعا طبعا نيجي الأدوية اللي بتصرف ارتفاع في ضغط الدم قلنا أدوية البرد والذكام نفس الكنان بالكورتيزون حبوب منع الحمل انا اتذكر ان كان فيه سيدة تعاني دايما ارتفاع في ضغط الدم وطبعا عملتش عملت دعلك لضغط الدم ومثالة السؤال واحد فقط هل انت بتاخذي أدوية ولا لا مهم جدا يا جماعة ضغط الدم الثانوي والأدوية اللي بتسببه مجموعة كبيرة جدا من ضمنها المسكنات ومن ضمنها حبوب منع الحمل سبب ارتفاع في ضغط الدم تمام فطبعا احنا عندنا أسباب كتيرة لضغط الدم الثانوي وحتى السكر برضو الكورتيزون من ضمن الأسباب اللي قلنا بيقدر ارتفاع السكر ومدرات البول نفس الكلام والبيتا بلوكر زي ما قلنا مش مناسبة لمريض السكر طيب احنا عندنا السيدة الحامل طبعا بيبقى فيه عندنا مشكلة جدا بالنسبة للسيدات الحامل يقول لك يا دكتور دهنا حامل اخد ايه طبعا هنا السيدة الحامل لازم تحتواط في الثلاثة الشرق الأولينين اللي هما الثلاثة الشرق الأولينين بيكون فيهم الجنين لأن أي دوة بتاخده خاطئ بيأثر على الجنين بعمل التشوهات خلقية بعد كده فإذا عندنا الحامل في ثلاثة ثلاثات الثلاثة الشرق الأولينين معظم الأدوية حتى الأدوية بتاع المعدة منديشها لمضات الحموضة المضات الحيوية برضو منتضاع بحرث مسكنات منتضاع بحرث 13 شرق الأولينين 13 شرق الأولينين يدوب الجنيد برح في بعض 13 شرق الأولين بس بصفة عامة السيدة الحامل يجب أن تتواخر حذر في كل علاج بتاخده على سبيل المثال الأسبرين ممنوع المسكنات الدكولوفينات بأنواعها ممنوع الكورتزون ممنوع تمام أي المثكن الوحيد اللي بنت دي اللي هو مادة البارا سيتامور ده الوحيد المثكن الآمن للسيدة الحامل نيجي مثلا لو سيدة الحامل عندها السكر برضو القراس اللي هي بتنزل السكر اللي هي مجموعة الطرف الفناية والحاجات اللي طلع دي ممكن تتمل تشوهات في الجنيين فممنوع برضو على السيدة الحامل ممكن نيجي مادة المطفور مين ودي مادة بيتستخدمها السيدات في التخصيص عامة ولو فيه دون على المبايد وحاجة اللي بيستخدمها بتاع النساء تمام احنا ممكن نستخدمها كدكاتلت سكر ولكن يعني باحتياطات ما جابتش نتيجة الانسولين هو الأساس في السيدة الحامل وخاصة لو سكرها بيسهل إليه مستوى تعالى إنه ما ينفعش سيدة حامل وتمشي على رأس السكر اللي هي مجموعة السلفانيورية وطبعا اللي عندهم السكر بيعرفين أنه رأس ذهيت ومفوض الطبيب المختص ينبوهم على هذه الأراث واستعمالها يبقى إذن السيدة الحامل لها مادة الموتفرومين لها مادة الإنسولين فقط في استعمالها بالنسبة طبعا للسيدة الحامل وضغط الدم طبعا ضغط الدم مش كل أدوية ضغط الدم مصالحة لها هي عادة بتاخد ألفا مسائل دوبة مجموعة برضو كالسيمتشانل بروكر ممكن تصل على بعد الأدوية في أدوية تانية زي مثلا مجموعة الإيس من علاها مش مناسبة للسيدة الحامل إذن برضو السيدة الحامل لها دوة ضغط معين تاخده مش أي دوة ضغط عشان كده بنقول إحنا المختصين مفروض نكتب دوة ضغط الدم للسيدة الحامل أو السيدة اللي عندها بتعاني من سكر الدم طيب عندنا طبعا قلنا طبعا المسكنات وأنواعها وطبعا فيه مسكنات جمدة جدا يا جماعة دي ما تطعطيش ألا ليها ناس لجدوة ما تطعطيش ألا عن طريق طبيب مختص مثلا زي مرضى الأورام اللي ما بيطار ياخده ترمدول تمام اللي هي مشقات الأفيون عمات والمورفين دي طبعا حاجات طبعا خطر جدا وبتخدش في الإدمان ودخلها جادول وأي حد بيكتبها أو بيصرفها بدون وصفة صدبية بتبقى بيقع تحت طائلة القانون ومسؤولية جمدة كبيرة جدا طبعا احنا عندنا موضوع الأدوية والمسكنات طبعا موضوع كبير جدا بيقولك في أمريكا حوالي من 3-7% من دخول المستشفيات بسبب الأثار الجانبية للأدوية الخطأ للناس بتاخدها طبعا بعض الحين بتبقى أثار زي ما قلنا أثار مميتة العيام بيفرح أنه بياخد مسكن يروح الصيدلية يقولك أنا خدت بروفين الكيتوبروفين والدوكلوفينات ويسكن الألم ده أنا كان عندي واجع في بطني في جنب اليمين وسكن الألم نكتشف الواجع في البطن ده كان زي ده دودية وانفجرت أو عملت خراج وهو عمال ياخد مسكنات حتى إحنا في ألم زي ده الدودية والإخوة جراحين يعرفوا الكلام ده هود أن إحنا بندي حاجة سماء أنتز بسموت مددر التقلصات ما نديش أنالجازك اللي هي المسكنات زي الدوكلوفينات والكيتوبروفين والحاجات دي كلها يعني دي بتضيع الأعراض بتاع الزي ده وتخلي المريض قاعد مش حاس بأي حاجة وحتى لما يخش على الطبيب ممكن يغيب عليه التشخيص يعني بيضيع الأعراض كلها فيجب أن نتواخر حذر في هذه الأدوية واحد عنده ماسكة له طيب لعمل تحليل بول ولا عمل إشاعة تلفزيونية وعمال ياخد مسكنات وممكن الطيب لتبخط فوار لا إحنا هنا فيه تحليل بول بسيط بنطلبه فيه وظائف كلها بنعملها في إشاعة تلفزيونية بتحدد لي هذا الموضوع أنا أفتكر من ضمن الحالات كان فيه بالنسبة للمسكنات والأسبرين على الأخص كان فيه حالة بتاخد أسبرين وفعلا يعني هو الأسبرين فعلا دوام مهم له اللي هو الأسبرين بتاع الأطفال هو دوام مهم جدا والمفروض ياخد يعني ولكن طبعا كان بياخد على الريء وكان بيدخن هو عنده سكر شارس متمكن منه اللي هو بياخده إنسولين كمان عنده الضغط طبعا فجأة لقيت الناس جايبوا هوني في عياتي وعمال يرجع دمه ده حتى أحد المستشفات الخاص ما كاش تعرفها يعني كالآن تستقبله فطبعا لما خدنا تاريخ مرضي كويس منه عرفت إن الرجل دهود بياخد الأسبرين في بعض الأحيان عريء وبعض الأحيان بيدخم بشراسة عمله كرحة في المعدة تسبب له كرحة نسفية فإذا الأسبرين ده يا جماعة زي ما هو ده مهم جدا يجب إن إحنا نمنع التدخين ما ناخدش مسكنات جنبيه كتير أو بمعنى صح ما ناخدش حاجة لبستشارة الطبيب وناخده بعد الغدى عامة أو البقاء الرئيسي نجي عن ناحية تانية بالنسبة للإنسولين وأحد العقاكيرهم وهم جدا وهو العقار لحد النهاردة الناجح في إلاج سكر الدم ولكن برضو ما بنلجأوا إشهلا اللي هم المرضى من نوعه الأول اللي هم خلاص ما عندهمش إنسولين في جسمهم اللي هم الأطفال المولدين اللي هم من نوعه الأول سمنة وبيخدوا الإنسولين وما منفعش معهم الإنسولين فبنطر الماشيهم على الإنسولين طرموا مصراته السكر روصة عندهم 300 و400 فبالتالي بطر الماشيهم على الإنسولين طبعا الإنسولين ده هو خطير جدا بيقول لكم بولا موقوطة الإنسولين ده لو الإنسان خاده من غير ما يأكل يخش في الخفاء السكر الدم وشفتها كتير جدا في شهر رمضان كل سنو الطيبين اللي هو قرب على الانتهاء الإنسان صايم بيأخذ السكر ما يقولش ما يفطرش على حاجة كويسة فجأة شفت حالة كتير جدا سكرها لسه مبارح كانت حالة سكرها 37 والحمد لله تلحق سكرها كان 12 وراحت لأحد العيادات وما خدوش تاريخ مرضي كويس وشخصوه لأنه غلطة في المخ ولكن هو الطيب اللي أخذ تاريخ مرضي عشان كده يا جماعة بنقول لازم نحترم شاكوة المريض لازم طبيبي يحترم شاكوة المريض ولازم يدي وقته للعيان مش نظام اكتب روجيتة وقل بل بعده غلط ده كله غلط بتأدي لنتائج كاريسية بعد كده وإحنا عندنا الشعب على فكرة في غفلة جامدة جدا أنا فعلا شفت ناس يعني سبحان الله إن كتبت لهم إيه بياخدوه وبيروح وطبعا أنا والماط إن يقول معظيره وبتاعه وكده يعني على أساس إنه هو مش مجاله ولا في أي حاجة ولكن طبعا فجأت إنه ناس جاية بغيبه بصفقة سكرها 12 13 20 لحقنا ناس كتير جدا من ضمنهم ممكن حالة ما تلحقتش ده راحت بقى لفة عمرز لشعة مقطعية وراحت لنا وهنا وكل عمال وللأسف معروف إن المريض للأسف معروف إنه بياخد إنسولين ومعروف إنه بتعالج منه السكر يعني لو الطبيب كلف نفسه وإفعل حالة شوي وسألهم يا جماعة لأن إحنا عندنا في حاجة اسمه التاريخ المرضي مهم جدا الباست هوستوري ما كانش الطبيب ياخد تاريخ مرضي كويس يبقى إذن يبقى العلاج اللي بيكتبه بيكتبه ده تاريخ المرضي زي الشاكرة بتاريخ الحاضر الاتنين مهمين لازم نعرف تاريخ المرضي والتاريخ الحاضر بتاعه اللي هي الشاكرة بتاعته الشيكو قد ينبقى لازم أسمع له كويس والمريض عتدت بيقى معه مرافق بعض الحين بيقى في غيبوبة لازم مرافق يقريب درجة أولا منه كانش هو في غيبوبة بس المرافق بتاعه وعمله الفحصات في حدود المعقولة المطوبة بتاعته على الأساس إن أنا مفروض بيبقى أنا كالطبيب معاه جهاز الوان طاطش اللي هو السريع بقيس السكر قال لي إيه نزل عن الخمسين وستين أنا أفتكر أحد الحالات لما كشفت عليها الستة بتصور وويبوبة وعملة خبت في الناس كلهم لدرجة أن جوزها زعلان منها بيقول ده الجنينة ده في علاقة حاجة قلت له نصبر ونشوف بتعلم قال لي بالسكر راح لأي السكر بيقول سكرة كان تقريبا حوالي 19 من جدا ما خذت الجولكوس الـ 25 في 200 سنطي فايته بقى زي الفر وللأسف كان الكشف عنده برضه طبيب محتصل ولأسف عدت منه الحالة بسبب إنه هو مستعجل ما بيبصش يعني ما بيخوش طريق مرضي صاح ما بيهتمش بكشفه فللأسف طبعا دي بتبقى آمانة حقيقة جدا وللأسف يعني شفت ناس اتضرر كتير في ناس اتلاحق وناس حصلها مضاعفات فطبعا الانسلين ده هو خطير جدا في بعض الأدوية فعلا برضه القراس بتسبب نفس الكلام انخفاض في سكر الدم مش مش شرط الانسلين يعني في بعض النوع من الأقراص برضه تمام زي الأميريل مثلا ده برضه شفناه بعض الحالات بسبب برضه انخفاض في سكر الدم والمريض وخاصة في كبار السن بيجي فجأة في غيبوبة طبعا الغيبوبة ممكن أسبابها كتير جدا غيبوبة أسبابها إيه ممكن تغيبوبة مخية فشل كلوي فشل كابدي فشل في التنفس حتى مرضى كورونا بيحصلان طبعا فشل في التنفس والعين بيدخل في غيبوبة فلازم عشان كده بنقول يا جماعة لازم ناخد طريق مراجي ولازم نسأل أهلية اللي حوالي من الحالة يا جماعة اللي بتعالج من إيه آخر حاجة أخذها إيه إيه العلاج اللي بيماشي عليه إيه العلاج اللي خده تمام حتى في حالات التسمم تجينا حالات كتير جدا شاب أو شابة في غيبوبة ونكتشف أن هي وغدة حاجة سمي في هيران حبات للأسف طبعا ما كانش ناخد طريق مرضى كويس صعب أن الطبيب بيصل للتشخيص بسرعة ممكن آه طبيب يكشف ويشوف الحدى بترعين وبين بوينت والكلام ده كله بس لما ياخد طريق مرضى يقدر يستعب أن الحالة دي في قرب وقت أنه دي حالة تسمم مثلا مش فشل كلوي ولا غيبوبة مخية ولا حاجة تانية فمهم جدا أن احنا ناخد طريق مرضى ونسأل الأهلية إذا كان العين في غيبوبة إذا كان العين بيتكلم أحاول أحاول أخد منه طريق المرضى بنفسه طبعا يعني إحنا عندنا كمان فيه طبعا زي ما قلنا الكورتزون طبعا ضمن الأعرض الخسرية جدا بيعمل لجماعة هشاشة في العظام تمام وده طبعا عشان نكتبه لازم نكتبه عن طريق طبيب مختص وبوصة طبية مختصة معانا مدخلة عمرو تفضل عمرو بن سويف زكي دكتور يهلا بيك تفضل حضرتك تعالي إذا سأل على نوع دواء بتاع تخصير تمام هو طبعا لا والله يشوف الأدوية دي ده عمتا بتكتب عن طريق الطبيب المختص ولكن لحظة الأدوية دي معظمة بيهلات أسرات جانبية بس حقيقة أنت تسأل فيها مختص لأن فيه دكاتر التغذية علاجية بس أنا أعرف أن معظم الأدوية دي بيهلات أسرات جانبية كبيرة جدا وشوفت سيدات كتير جدا ماشيين على ضوية التخفيز جالهم أنيميا جديدة جفاف شديد عملهم كرحة في المعدة أسر بعد ذكاء على أجهزة خطيرة جدا في الجسم مع الكلا فأنت تسأل الطبيب المختص فيه اللي هم أطباء التغذية العلاجية ما تخضوش من نفسك ولا تخضو عن طريق الصيدرية وعن أي تخصص لا ففيه تخصص أطباء التغذية العلاجية يظهر الدولك الدواء ده هل مفيد لك ولا لا بس لازم حتى لو خدت تخضو بكمية جرعات المحددة والفترة محددة طيب هنرجع طبعا لموضوعنا بالنسبة للسيدة الحاملة طبعا فيه ناس كثيرة جدا تسأل يا دكتور أنا دلوقتي عايز أخد مضادة حيوة كويس طبعا السيدة الحاملة لها مضادة حيوة معينة التيتراسيكلين ممنوع عليها تمام مجموعة اللي هو السيبروفلكساسين والنوروفلكساسين تمام دي كلها ممنوع عليها ايه المضادة الحيوة للسيدة الحاملة المفروض تأخذها أو لو أحتاجتها أنا فيه سيدات حاولين بيخافوا يقولوا مضادة حيوة دكتور لا بالعكس ده المضادة حيوة مهمة جدا مهمة جدا لو عندها مثلا التهاب في المساركة البولية يعنيه طبعا تكترك الناس يعرفوا الحاجات دي أكتر منا المفروض طبعا بتأخذ مضادة حيوة عادي زي مجموعة كفالوس بورن الامبيسيلين تمام كفالوس بورن يقول لها بأنواع سواء الفيرس أو ساكن أو سيد جينريشن تمام اللي هي الجيل اللي طلعت طبعا بالنسبة طبعا زي ما قلنا للسكر السيدة الحاملة برضو يبقى لها أنواع معينة تمام طبعا الجنين طبعا في الأشهر الأولى في بعض السيدات ما بيعرفوش طبعا إذا كانوا حامل ولا لأ فعادة سبحان الله معنا من داخل يا رجب من الأسر عليكم السلامة وبركاته الله يخليكم تطيب الله يخليكم تطيب يا رب كما بخوض يا دكتور عندنا في مركز سنا تمام طبعا السيدة دليار فيه برشامنا طبعا مش أقول لك عن اسمه بس أقول لك المادة الفعالة بتاعه تمام اللي هو مادة الباركين والجبتين تمام الشريط ده 8.3% تسعينين بإتباع برشامته 5ينين والتلتمية والربعمية بإتباع برشامته 7ينين ونص والتمن الشريط التلتمية أربعة وعشرين والتمن الشريط الأربعمية سابعة وعشرين فإتباع أنه نخبوك أمسكد الأعطاء إنا كمريض أعطاء ملووش بضعب السادة الياب ومجعوب تشوف شابكة مخطر تمام ودي يريمة كبيرة تقول والله طب أنت بتستخدم الدواء دي لي يعني تستخدمه فيه بالظبط بأخبوك أمخدر طبعاً ده مو غلط جداً الأدوية دي لكن لكن أنا مدوني الهبطور على فاس ومتحكي الأعلى للأعطاء فاروح في الناس ما بأخبوش عاوز يدوني بسو السادة يعني أنت يا حاج بتاخده عشان الأعطاء آه لكن جاري بأخده بأخده بسو السادة من بعض الصفرات لا مو طبعاً فيه اتفضل اتفضل معي بكاماً يعني صراحة بيدا عقولك لا دمير آن أدن لا لا الدواء المفروض مصعر وفيه أدوية ممنوعة السيداليات حتى بتصرفها تموجودة في المتشفات فقط فأنت الدواء بيعلي تسعيره بيعلي تسعيره تقوله يقولك دخل الجدول دخل الجدول لا دخل الجدول البارد لي تسعيره ما ينفعش الأدوية معروفة مصعرة حتى دخل الجدول لا الله يا دكتر بيبعوضه السوء السوء لا طبعاً 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 السريطة بتسعى محبا عن غنة لا ما هو انت المفروض بقى عشان انت ما تتحطش في الدائرة دهيد تمام؟ نعم أو في الحلقة اللي مش كويسة دهيد بتاخده بوصفة طبية من طبيب معتمد ومختوم حتى لو رحت انت المستشفات العامة أو الأماكن اللي هي متخصصة في هذه الدواء بيصرفوا لك بدون استغلال إنما انت ما يكون معروفة مختومة ومعك الدواء مصعر محدش يقدر يقول لك لا الدواء اللي مكتوب عليه مثلاً خمسة جنيه يقول لك لا ده بخمسين جنيه لا ده بيه تسعير طبعاً 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 انا عارفت عني يا دكتر اللي هو في شباب بغير بالصعصة كمخدف لا طبعاً مد في البرجلين والجباتين اللي بقول لك عنه دي لو سأفت عليها دكتر هو في الحياة أنا كطبيب بطن عامة طبعاً الأدوان ما اتعرضش ليها أو ما عنداش معلومات كافية عنها ولكن طبعاً إن كان الإخوة نعم الإخوة المسؤولين فضل يعني من المنبر بداخل مختارة الله يخليك فبعض السيدلات يكون عندهم ضمير في البرجامة المسكن بالزهر طبعاً الرسالة مهمة جداً وأكيد وصلت لكل الناس ده وقت اللي سمعيننا الله يباقي فيك يا دكتر الرسالة مهمة جداً طبعاً طبعاً ده الحاجات دي بتدمر الشباب وبتدمر الأجيال وبتدمر الشعب وبتدمر وطننا فطبعاً دي كارسة كبيرة جداً طبعاً وطبعاً إن شاء الله الأجيزة المختصة معانا وتتمل الموضوع ده أوى 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 لأن ده أساس ضمار أي شعب الحاجات دي أساس ضمار أي شعب يعني الإنسان لو عود على الحاجات ده هيد والأسف شوفنا شراحة كبيرة جداً من الشباب فعلاً المصحات الإدمان كترت ولكن إن شاء الله عندنا الجهات الرقبية أكيد بتتبع الحاجات ده هيد وأكيد هتحد منها إن شاء الله بنسبة 100% طيب إحنا دوقتي يا جماعة دخلين على جااحة من جااحات الكورونا بنقول برضو لأعزائنا مشاهدين أن إحنا ما نقلقش مش عايزين يبقى فيه هلع أو رعب قوي لأن طبعاً الكورونا في الأول في الأخر هو فيروس ضعيف جداً اللغة أنه أخرج جسم الإنسان كائن غير حي تمام فإحنا عايزين الناس كلها تتعامل بحرص في الوقاية زي ما نقول الوقاية خير من العلاج بقى فيه تباعد فيه كمامة تمام نتجنب الأماكن المزدحمة الناس كبار السن يحاولوا يحتكوا في البيت ده وقت يبقى فيه فعلاً حجر صحي واحتكاف ده وقت الناس كلها المفروض بترزم بيت تقريباً من فترة معينة فعايزين كل الناس تهتم بالعادات السليمة في المطهرات بتاعتها استعمالها بانتظام في نفس الوقت بالنسبة للبرتكولات بتاعة الكورونا الكورونا الحمد لله فيه لقاح ولقاح يعترب بيه عالمياً والناس كلها بدأت تاخده ولكن لحد النهار ده ما فيهش علاج فعاله الكورونا فعايزين الناس اللي بتاخد الأدوية بتاعة الكورونا فيه عندنا حالات مشتبعة وحالات متوسطة وحالات حدا اللي بتحتاج دخول رعاية مركزة اللي يبني الدفاع حتى الكورتزون اللي قلنا عليه مراحل معانا من دخلة فضل سلام عليكم عليكم السلام عليكم لو سمحت دكتور أنا فيه بالشام اللي هو منظم لحركة المعدة والأهلاج المتاع والعيزان بليه تأثير على المعدة حضرتك تاني لا أنا مش لو سمحت ردت قولي الاسم التجاري بقى عشان الصوت مش واضح ويردت قولي الاسم العلمي من أسف الاسم العلمي أفضل لأن أسماء التجارية بكترة جدا بيتستخدموا ليه حاجة يعني الدوة دا تستخدموا ليه للمعدة اسمه إيه بقى شوف أنا أختصر لك الموضوع ببساطة جديدة جدا بصفة عامة يعني عشان أنت بتستيقلي دوة لازم أعرف تقولي الاسم العلمي هو عاماتهم فيه أدوية كتير جدا زي ما ذكرنا بذات الحالة بتأثر على المعدة منظم المسكنات المخدرات الكورتيزونات تمام كل ده هود يعني ناخدها باحتياط فيه مجموعة معينة بتحمي المعدة ليربروتون بام بناخد لو إحنا مثلا مضطرين ناخد مثلا الأسبوسيد والحاجات ده هاي ده اللي تكلمنا عنها يبقى نازم ناخد حاجة اسمه بروتون بام بإنهيبتورس أو الحاجات الأنتي أسيد اللي هي بتحمي جدار المعدة فإذا أنت لو فيه دوة أنت شاك فيه لإما لو كنت مضطره قوي وده عن طريق طبيب المختص بتاعك تمام لإما بتاخد حاجة تحمي جدار المعدة تمام لإما بتغيره الدوة تاني طبعا ما لقيت أن معدلك مش مسترياحة لأنني شفت حلاك كتير جدا فقدت الشهية بترجع عانت من أنيميا أصبح أن المشكلة بتاعتها في الدوة اللي بتاخده وحلاك كتير جدا للأسف لأن زي ما قلنا الأدواء المسكنة ديت بتأثر على ثلاث أجهزة عندنا الجلد والجهاز الهضمي والجهاز العصبي فياجب أن الطبيب يبقى نبيه شوية لأننا بتشوفه الجلدات حقيقة ربنا للأسف يعني حاجة تكسب بصراحة يعني المفروض يبقى الطبيب نبيه ويرعى ربنا ويرعى الإنسان اللي قدامه والأسف زي ما قلت احنا عندنا الشعب المصري مش مجال يعني عندنا فيه نسبة عدم وعي شوية نرجع لموضوع الكورونا اللي هو طبعا في جائحة حاليا مش شديدة أو زي الأولى الحمد لله يعني بس برضو الناس لازم تتوخى الحذر لأنه فعلا شفت حالات تحلهم واقعة الإشاع المقطعية متضمرة ولكن برضو احنا بنتدرج يا جماعة في استعمال الأدوية في كورتوزينات مش كله مريض تقول لي أروح أعطله بقى السلومدريل والكورتوزين طويل المفعول والأدوية لا ده احنا عندنا حتى في أدوية الكورونا البرتوكول وبرتوكول مش علاج معترب به سياسي لا ده بورتوكول ممكن يتغير يعني حاجات ما زال فيها شك شوية حتى الهيدروكسوكلوروكوين ده فيتا للقلب لازم نشو نعمل رسم قلبه وضربة القلبه وليه عن فتين من الدوش فإذا يا جماعة حتى في أدوية الكورونا فيه مضاعفات خطيرة جدا وممكن المريض يمتمن الأدوية قبل ما يمتمن الكورونا فإحنا عندنا حتى لو استعمالنا حتى الكورتزون بيقى فيه الكورتزون بسيط لو الحالة بقى هتدخل رعاية وقال آخره بنضطر نرفع معا في الأدوية اللي هي الشديدة شوية بنحكم بطبعا بنديه دايمر والإشاعة المقطعية والحاجات الفحوصات اللي بتعمل والحالة العامة والأكسين ساتيوريشن فإذا يعني أنصر عزائي المشاهدين إن احنا في نهاية حلقتنا نتوخى الحذر فأخذ الدواء ما نخذوش اللي عن طريق طبيب المختص استعداد نفس الكلام يكون حذر جدا فصرفة وانشك في أي دواء عادة معظم الأدوية بتعمل حتى حاسس كمان حتى لما المريض يقضي العلاج يجب أن يقضي بطريقة صحيحة ملاحظة إن كل طبيب كتب اختبار حسيحة اختبار حسيحة إنت لو عطيت العلاج بالطريقة صحيحة تمام في حقا زي حقا المعدة يجب أن تحطها على المحلول في حقا زي المطاطح أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتي أحب أقول لكم إن الدواء ده سلاحظوا حدين فمتفرحش بالدواء اللي يخفف المرض من أول مرة لا اطلع سلم خطوة خطوة مش لازم تخف في مول اتنين لا خف في ثلاثة واربعة المعدة بيت ودي حرس على أكلك وشربك استخدم فيتامين سي الطبيعي في وقت القرون نحن فيه رحس الناس بتبعد عن فيتامين سي وتقول لك لا بالعكس المناعة الطبيعية اللي خرقنا ربنا دي أهم كتير جدا من الأدوية لأن أنت لو وقيت نفسك بالمناعة الطبيعية مناعة التدخيل كلت أكل صحي استنشقت الهواء النقي مش هتصل لمحرط الكورونا ومش هتتعب إنه من الأسف بييجي بعض المصيبة ومطوعة وبييجي تعبان لكن كان بيدخن وكان بيأكل أكل غير صحي عنده ضغط السكر وأهمله بالتالي الكورونا تتمكن منه والأمراض الأخرى تتمكن منه فأعزائي المشاهدين في نهاية حلقتي أقول الوقاية خيرا من العلاج والعلاج سلاح ذو حدين والأدوية تأثيراتها الجانبية بقت كثيرة جدا نتوخى الحذر في أخذ الأدوية والطبيب يكون نبيه ويكون عمده ضمير في كتابة الرجلتات بتاعته وإلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة